بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر سري بارت ايد ديزاين اوف بيم بي تو بنكمل مع بعض الديزاين بتاع الكاميرا اللي اتكلمنا عليها في المثال احنا صممنا بي وان مطلوب دلوقتي نصمم الكاميرا بي تو الكاميرا بي تو زم احنا شايفين فيها اربعة سبانز اللي سبان الواحد اربعة متر مطلوب نحسب اللود اللي عليها اول حاجة هنا عندنا ان الكاميرا دي كانت شايلة على كل سبان مسلسين مطلوب نحول الاحمال الى احمال يونيفورم فبنقول ان الحمل اللي على الكاميرا هو عبارة عن الان ويت بلس تو في سي اي دابليو اس في ال اس على اتنين الان ويت اتنين واربعين من مية وده احنا فرضينه بلاس تو هنا بيتشير ان في مسلسين في اتنين على تلاتة اللي هو المعامل اللي بيحول الحمل المسلس الى حمل يونيفورم في دابليو اس في اربعة اللي هي الاتجاه القصير بتاع البلاطة على اتنين الكلام ده بيساوي ثلاثة وثلاثة من عشرة طيب احنا دلوقتي جبنا اللود اللي موجودة على الكاميرا عايزين نحسب بعد كده المومنت طيب انا عندي ايكوال اسبانز وايكوال لود فممكن استخدم طريقة المعاملات لحساب المومنت على الكاميرا اللي هو بالطريقة اللي احنا شايفنا طيب بعد كده بنحدد مجموعة من الساكاشن الساكاشن ديت بنحددها بناء على قيمة المومنت يعني كل ما المومنت يتغير محتاج اصمم السكشن فعندنا ده سكشن وان ده سكشن تو ده سكشن سري التلات سكشن دول اللي هم عليهم نيجاتيف مومنت وسكشن فور وسكشن فايف عليهم بوزتيف مومنت نكمل مع بعض حنلاقي سكشن واحد عليه مومنت اللي هو خمسة وثلاثة من عشرة سكشن اربعة عليه اربعة واربعة من عشرة بنعمل اللي تشيك اللي احنا بنقول لو المومنت على تي سكشن اقل من اتنين المومنت على الريكتانجلر سكشن نبدأ الديزاين بالريكتانجلر سكشن سكشن وان سكشن وان عليه مومنت اللي هو خمسة وثلاثة من عشرة وسكشن وان دوت ده ريكتانجلر سكشن سنفرض السي وان اللي هي ثلاثة ونص وطبعا في الحالة دي تبقى الجيل مناظرة بتاعتها او سبعين من مية بنعوض في المعادلة اللي هي الدي بتساوي سي وان روت المومنت على اف سي و في بي لما نعوض بالقيم ديت حيطلع عندنا الدي بتساوي اتنين وثلاثين واثنين من عشرة بنقرب الدي تبقى خمسة وثلاثين وفي الحالة ديت التي بتساوي الدي بلاس كفر والكفر خمسة سانتي يبقى اربعين سانتي ونخلي بالنا ان دي التي مينموم لان المفروض التي لا تقل عن اربعين سانتي في الحالة ديت ممكن نبدأ نحسب الاريا ستيل اللي هي بتساوي المومنت على جيف اف واي في دي كل القيم موجودة عندنا بنحسب الاريا ستيل المطلوبة اللي هي خمسة بوينت ايد قبل ما اختار الحديد المفروض بنعمل تشيك اللي هو بنحسب الاريا ستيل مينموم من المعادلة اللي احنا عارفينها احداشر على اف واي في بي في دي حسبنا الكلام ده طلع اتنين وستة من عشرة يبقى في الحالة ديت الاريا ستيل اكبر من الاريا ستيل مينموم يبقى الشغل بتاعك او سيف تقدر تختار الحديد وقلنا طبعا ان القطر بتاعك ما يقلش عن تلاتاشر ميلي في الحالة ديت بنختار خمسة فاي ستاشر هل ممكن نختار قطر تاني طبعا اهم حاجة ان القطر اللي عندي يبقى تلاتاشر في ما فوق يعني تلاتاشر ستاشر تسعتاشر وطبعا كل ما الفاي اللي انا بشتغل عليها بتزيد ده بيؤدي الى ان عدد الاسياخ اللي انا عايزها بيقل ده الاتشيك اللي احنا تكلمنا عليه طيب هنا فيه الاتشيك التاني اللي هو عدد الاسياخ الموجودة في اللير الوحدة فاحنا بنستخدم المعادلة ديت اللي هي بي مينس اتنين ونص على فاي بلس اتنين ونص الكلام ده بيدينا خمسة وتسعة من عشرة يعني اكبر عدد من الاسياخ اللي ممكن تحطه في اللير واحدة هو خمس اسياخ نكمل مع بعض سيكشن تو سيكشن تو في الحالة ديت بنقول ان الدي بتساوي سي وان في الروت بتاع المومنت على اف سي يو في بي بس بعد السيكشن الاولاني انا المفروض اعرفت الدي ففي الحالة ديت المجهولة عندك هو سي وان بنحسب سي وان بتروح التابل بتحسب قيمة الجيل منظرة اللي هي بوينت ايت بتعوض في المعادلة بتاعة الاريا ستيل بتحسب الاريا ستيل عندك اللي هي اربعة وثلاثة من عشرة قبل ما تختار الحديد بتعمل اللي تشك فالاريا ستيل مينموم في الحالة دي لما بعوض بيطلع اتنين بوينت سيكش يبقى اتنين بوينت سيكش اقل من فور بوينت سري يبقى الشغل بتاعك سيف تقدر تختار الحديد هنا اخترت كام في تلاتاشر عدد الاسياخ المطلوبة يبقى اربع اسياخ بتعمل اللي تشك برضو اللي هو بتاع عدد الاسياخ اللي موجودة في اللير الواحدة بيطلع عندك خمس اسياخ بمعنى ما اقدرش ازود عن خمس اسياخ في الطبقة اللوحدة سيكشن تلاتة بنصمم بنفس الطريقة ان الدي هي اللي معلومة بتعود بالمومنت مقاومة الضغط البي بتحسب السي وان حسب السي وان بتحسب الجي بيتعوض في المعادلة بتاعة الاريا ستيل بيطلع عندك الستيل المطلوب اتنين وتلاتاشر منمي طب احنا هنا عندنا مشكلة ايه هي المشكلة انك لما بتحسب الاريا ستيل بيطلع اتنين بوينت سكس الكلام ده معناه ان الستيل الريكويرد اقل من المينيموم يبقى حنعتبر ان الاريا ستيل اللي انا هشتغل عليها هي الاريا ستيل مينيموم طب الاريا ستيل مينيموم هنبدأ نحسبها بطريقة معينة ايه هي ان احنا عندنا تلات معادلات للمعادلة واحد اتنين تلاتة المعدلة الاولانية حسبت منها الاريا ستيل مينيموم الهي 11 على اف واي في بي في دي طلع اتنين وستة من عشرة المعادلة التانية واحد وثلاتة من عشرة اريا ستيل ريكويرد يطلع اتنين وسبعة من عشرة من القيمتين دول بنختار القيمة الاصغر القيمة الاصغر اللي هي اتنين وستة من عشرة طب المعدلة التالتة اللي هي خمستاشر من مية عالمية في بي في دي اتعوض يطلع واحد وثلاتة من عشرة من القيمتين دول بناخد القيمة اللي هي الاكبر يبقى في الحالة دي تختار الحديد بتاعك اللي هو اتنين فاي تلاتاشر طيب انكمل مع بعض في سيكشن اربعة سيكشن اربعة ده تي سيكشن يعني ايه تي سيكشن يعني البلاطة شغالة في الكمبريشن يبقى محتاج تعرف قيمة البي كابتل البي كابتل ديات اللي هي العرض بتاع البلاطة اللي شغال معاك في الكمبريشن يبقى بنحسبه بنقول في تلات معادلات وبناخد القيمة الاصغر اول معادلة اللي هي من السنتر للسنتر اللي هي خمسة متر ستاشر تي اس بلاس بي كيف الا على خمسة بلاس بي الكي هنا تمانية من عشرة ليه لان سيكشن اربعة او ده سيكشن اربعة يبقى اللي سبان ده متصل من جهة واحدة فبنقول ان الكي بتساوي تمانية من عشرة نعوض نحسب الثلاث قيم ناخد اصغر قيمة اللي هي تسعة وتمانين نعوض في المعادلة بتاعتنا اللاحز هنا بنعوض بالبي كابتل الدي معلومة السي وان هي اللي مجهولة حسبنا السي وان وطبعا هي اكبر من اربعة خمسة وتمانين يبقى الجهة بتساوي بوين تمانية اتنين ستة بتحسب الاريا ستيل من المعادلة في الحالة دي طلع الاريا ستيل اربعة ستة وعشرين طبعا انت حاسب قبل كده الاريا ستيل مينمم فالقيمة دي اكبر من الاريا ستيل مينمم يعني الشغل بتاعك سيف تقدر تختار الحديد اللي هو اربعة فاي تلاتاشر نكمل مع بعض ده اللي تشيك اللي احنا عملناه وده اللي تشيك على عدد الاسياخ اللي احنا بنقول اكبر عدد من الاسياخ في اللير الواحدة اللي هو خمس اسياخ الاستير اف هانجر اتكلمنا عليه قبل كده انك بتاخده لاما عشرة الى عشرين في المية من الاريا ستيل في الحالة دي بيطلع اتنين فاي عشرة سيكشن خامسة هو تي سيكشن بنصممه بنفس الطريقة بتاعة سيكشن اربعة ولكن في فرق ايه هو ان سيكشن خامسة ده في الاسبان ده يعني الاسبان ده متصل من الجهتين فعشان كده بنعوض بقيمة الكي اللي هي سبعة من عشرة وبنحسب التلات قيم بناخد القيمة المينموم اللي هي واحد وتمانين بعوض بيها في المعادلة بنحسب سي وان من سي وان بتحسب الجيل مناظرة بتعوض تحسب الاريا ستيل اللي هي في الحالة دي تلاتة فاي تلاتاشر بتعمل اللي تشيك بتاعك ان الاريا ستيل مينموم حسب بتاع طلعت اتنين وستة من عشرة بدعم الاريا ستيل ريكويرد اكبر من المينموم يبقى الشغل بتاعك اوكي وسيف زي ما بنقولي ستيل اب هانجر هناخده اتنين فاي عشرة